بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى الحمد لله على نعمة العيد العيد نعمة والعيد كرم والعيد فضل من الله سبحانه وتعالى أكرمنا الله سبحانه وتعالى بشهر مبارك وعشنا فيه في عبادات لا تعد ولا تحصى أنوارها اقتلوت قرآن وعشنا احنا في برنامج ولا تعسره مع جمال القرآن الكريم وكان شعرنا في برنامج ولا تعسره في رمضان السنة دي القرآن يبنيني وبنانا القرآن في ست مجالات بنا القرآن زوتنا وبنا القرآن كمان أسرنا وبنا القرآن العمل ورؤيتنا للعمل إزاي تكون منئرة وكمان بنا القرآن فضله ونعمته علينا في العلاقات وبنا كمان رؤيتنا الوسعة للمستقبل وجمّل حياتنا كلها ويزود علينا السعادة يا سلام وختمنا بالسعادة ولما ختمنا بالسعادة ربنا رزقنا كمان الزيادة رزقنا بعد شهر منور مليء بالفيوضات والأنوار وإزاي ما يبقاش كده وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فكان فيه فيوضات من النور والبركات فكان لازم كمان السعادة والنعمة تيجي بعدها نعمة الكريم يعمل كده سبحانه وتعالى أكرمنا برمضان وكمان أكرمنا بالعيد أكرمنا بالعيد عشان يضم فضل إلى فضله سبحانه وتعالى ويكون فضله سبحانه وتعالى الواسع اللي بيتجلى في قولي تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يا سلام وعشان كده لما بيجي الفضل بعض الفضل نعنف أن ربنا سبحانه وتعالى علمنا حاجة مهمة أوي أن فضل الله واسع وفضل الله لا ينتهي فلما نيجي في نهاية رمضان رمضان مش نهاية ده رمضان بداية لرؤية فضل الله سبحانه وتعالى علينا والعيد بيعلمنا كده العيد بيعلمنا أن احنا في نعم الله حلين مرتحلين كل ما نوصل لنعمة ولنهاية نعمة ولنهاية عبادة نبدأ في نعمة جديدة زي ما بنبدأ في نعمة العيد أيوة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه نعم رمضان كان رحمة والعيد فضل الله سبحانه وتعالى فعلينا أن احنا نفرح بهذا العيد علينا أن احنا نملأ لبنا بجمال هذا العيد نعم انتهاء رمضان وبداية شوال جه معاها العيد وإزاي بقى أهل المحبة يشوفوا ده يشوفوا أن العيد ده يعلمنا حاجة مهمة أن المعاملة مع الحبيب الأجل لا تعرف النهايات المعاملة مع الله لا تعرف النهايات فالحبيب الأجل لا نهاية له وأن إلى ربك المنتهى فإذا انتهيت من عمل صالح لا تقل وصلت بل قل وصلت آه والله فالمحب الحق من تيقن أن كل نهاية عمل مع الحبيب بداية جديدة من بديع الود والتقريب أيوة قربنا وأنعم علينا فنبدأ العيد كده بروح البدايات الجديدة العيد يدخلنا في الفرحة ونفضل نردت قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه وخير مما يجمعون وهو دوة العيد العيد تأكيد لقوله للصائم فرحتان وعشان كده إن الذي فتح لك أبواب الجنة نكتب على قلوبنا كده إن الذي فتح لك أبواب الجنة في رمضان فتح لك أبواب السعادة في العيد ليبشرك بجميل فضله ووده ومحبته وفرحه بميلادك الجديد أيوة ميلاد جديد بعد رمضان وإزاي ما نكونش كده وإحنا رزقنا الله سبحانه وتعالى هذا الشهر ورزقنا هذا البناء السعيد من القرآن المجيد لأنفسنا ولي حياتنا كلها مش علشان إحنا بنتكلم دايما عن العيد والمشاكل اللي بتحصل في البيوت في بعض الأحيان في العيد ننسى بقى عبادات العيد عندنا شوية عبادات مهمة في العيد أو 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 في حاجة أسمعها العبادات المنزلية في العيد إيه العبادات المنزلية في العيد؟ أول عبادة من عبادات العيد ديه التوسع على الأهل عبادة مهمة جدا جدا من عبادات العيد العيد يجينا بالتوسع على الأهل والتوسع على الأهل عندنا في مصر دايما نقول كده العيد في مصر بنكهة المحبة العيد في مصر في نكهة المحبة وتلاقيه عيد مفتوحة لكل النور ومفتوحة لكل البركة وعشان كده البيوت اللي بتعيش العبادات المنزلية دي بيحصل فيها ايه بيحصل فيها على طول نوع من انواع الفرح والسعادة والعيش وكأن البيوت اتفتحت على ابواب الجنة فتعيش وكأنها في الجنة في هذه الدنيا من غير بقى لا نكد ولا اي حاجة تعيش سعادة بعد سعادة وعشان كده اول عبادة من العبادات المنزلية في العيد التوسع على الاهل ازاي يحصل التوسع على الاهل مصرين كلهم بيحبوا العيدية في العيد والعيدية في العيد دي جاية من فلسفة ومعنى راقي في مسألة الاعياد نفتكر كده ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل الناس وسأل الصحابة لما كانوا في المدينة قال لهم انتوا بتصوموا وجد اليوم بيصوموا يوم عشراء فقال لهم بيصوموا يوم عشراء ليه قال هذا يوم النجى الله فيه موسى فإيه عليه السلام فقال نحن أولى بموسى منه فصوموا يوم عشراء وصوموا كمان ونوى ان يصوموا يوم التاسع طيب ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث اخر من وسع على اهله في عشراء وسع الله عليه سائر سنتي ففهمنا ان الاعياد والفرح بتحب التوسع على الاهل يبقى من وسع على اهله يوم عشراء وسع الله عنه سائر سنتي فهو يقول بعض الرواه جربت هذا اربعين سنة فلم تنخرم ابدا يعني كل ما يعملها توسع عليه يبقى ايه اللي حاصل يبقى الاعياد بتحب ايه الاعياد بتحب توسعة الايه بتحب التوسعة وعشان كده التوسع على الاهل في العيد واللي بيعملوا المصريين في شكل العيدية حاجة من اهم السنن في العيد كمان السنن كمان من السنن اللي الناس لا تلتفت اليها في العيد وهي انتوا عارفين انا عملت بحس جماعت فيه كل ما عادات المصري اغلب عادات المصريين وخاصة في الاعياد وفي رمضان وفي كل دي فوجدت حاجة غريبة اوي وجدت ان العادات المصريين بتأكد فعلا وكأن المقولة اللي تقالت ان المصري متدين بطبعه نعم وجدت العادات دي كلها اما دي رجع لحديث من حديث رسول الله صلى الله او الى اهية عادة كمان المصريين بيحبوا يعملوا كحك ده مش معنى كده ان الناس بقول للناس يعملوا كحك او متعملواش كحك لكن بيعملوا كحك ويأكلوه اب في العيد وهم رحيل للصلاة طب ليه بقى لان رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما ورد عنه في حديث أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى الصلاة ماذا اكل قبل ان يخرج الى صلاة العيد وفي حديث أنس انه اكل بعض الطمرات فكان من عادة المصريين انهما ايه لازم يزينوا كده ايه سنة رسول الله فلازم واحنا نعمل ايه سنة رسول الله واحنا رحيل لصلاة العيد قبل من نروح صلاة العيد نعمل ايه نأكل نفطر ويا سلام بقى من تمام السنة ان احنا نفطر الطمرات فالمصريين قالوا ايه احنا مش بسة نعمل الطمرات نحنا عايزين نخلي سنة رسول الله كمان احتفالية فنحط على الطمر كعجينة فعملوا الكحك اللي جواه الطمر وجواه العجوة عشان يحتفلوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشان يجملوا العيد ويحسوا ان سنة رسول الله بتدخل البهجة والسرور على الاولاد يبقى كمان سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون في العيد يبقى في العيد بنفرح في العيد كمان بنفعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوسع على الاهل كمان من اهم السنة في العيد سلة الارحام لأن سلة الأرحام دي بتجلب البركة وتجلب السعادة وتجلب الهنى دايماً لازم نعرف أن هذه السنن اللي بتكون في العيد هي في الحقيقة سنن بهجة وفرحة ونور وبركة دايماً العيد بيجنب نعمة ودايماً العيد نعمة من نعم ربنا والنعمة تحتاج إلى شكر وأفضل أشكال الشكر للنعمة الفرح بالنعمة افرحوا بالعيد لأن الفرح بالنعمة شكر للنعمة يا رب جعل قلوبنا دايماً تفرح بنعمتك وتعيش في نعمة أنك تأتينا بالنعم بعد النعم حتى نظل غرقاً في نعمك يا رب العالمين يا رب جعل دايماً أعيادنا تشعرنا بلزيز فتحك علينا أبواب نعمك يا رب العالمين وجعلنا على الدوام حيث تريد ونفرح بنعمك كما يفرح دائماً العبيد بنعمة السيدي عندما يأتيهم بالمزيد يا رب دايماً في نعمتك ودايماً شكرين لنعمتك ودايماً نفرح بنعمتك ودايماً حياتنا كلها أعياد لأننا غرقاً في نعمك يا كريم يا ربنا يا منعم علينا بما يجعلنا دائماً في نعمة لأننا في محل نظرك يا رب العبيد اكرمنا دائماً بالشكر على المزيد بعد الفاصل نلتقي بأسئلتكم من باركة عشان نجيوب عليها ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على فيسبوك اللي هي بتتزين بفرحة العيد فرحة العيد فرحة ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها على العبيد جعلهم يفرحوا ويسعدوا ويوسع عليهم ويسلام وكمان يسملهم يوم العيد كمان يوم الجايزة الجايزة يعني ايه؟ يعني أنا كمان مش بس عقبلكم في عبادي لا وأعطيكم هبة وجائزة لكي تفرحوا وتسعدوا يا رب جعلنا دايما في عياد ويجعلنا دايما متواصلين بصفحتنا اللي على فيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بتوصل لنا أسئلتكم من باركة عليها ونخصص لها يوم نجاوب عليها زي مخصص لنا النهاردة تعالوا نشوف أول سؤال وصلنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره السؤال اللي أولان بيقول ايه؟ السلام عليكم هل يجوز إعطاء أختي من نصاب الزكاة لمساعدتها في تكاليف زواجها حيث إنها يتيمة ويعولها أخي ولا يستطيع أن يقوم بتكاليف جهازها بمفردي هنا بقى ده شيء مهم جدا جدا إن تجهيز البنات اليتيمات للجواز آه ما صف المصارف الزكاة بس عندنا مسألتين مهمين جدا لأن مصاريف الجواز وتجهيز البنات للجواز ده بيتكلم عن حاجة عن احتياج من الاحتياجات اللي هي مهمة جدا 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 للبنات طيب نعمل ايه؟ حتى الناس بتسميها سترة وده اسم راقي جدا 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 يسموا ايه؟ يسموا الجواز بالنسبة للبنات سترة وده حلو طيب يبقى هذا الكلام اللي هو إعطاء البنت عشان تتجهز للزواج هل ده من مصارف الزكاة؟ نعم يكون من مصارف الزكاة ليه؟ لأنها إذا لم كان معها فلوس ومش قادرة تكمل هتبقى من المساكين أو أنها معاش خالص يبقى دية من الفقراء والله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين بس عايزين نقول حاجة مهمة جدا 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 وإحنا بنشير إلى ده نخلي بالنا كويس قوي 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 إن احنا بنعطي الزكاة نخلي الناس برضو تكون في حكمة تكون في حكمة ولا تبالغ في الشراء في مسألة تجهيزات الزكاة لكن هذا من مصارف الزكاة نعم ليه طيب؟ لأنه هو بيقول إن أخوها هو اللي بينفق عليها وهو اللي بيساعدها ولكن في نفس الوقت أخوها مش قادر يكفل مصاريف الزواج دي يبقى هي تستحق ده لأن الجواز من الحاجيات يعني من الحاجيات والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة يعني إيه؟ يعني الجواز صحيح مش الإنسان لما تجوز سعيموت الحاجة للإنسان لو ما عملهاش يموت يبقى ديت من الضروريات خلاص؟ ويبقى إحنا محتاجين لها على طول ده وتبقى وكمان الحاجيات تخلي الإنسان برضو إذا ما كان شيء من الحاجيات الشديدة تخلي صاحبها إذا كان هو محتاج لهذا الأمر وما عندوش ما يسده تجعله من المساكين والزواج من الحاجيات وعشان كده على طول دي يبقى يجوز إعطاء الأخت من الزكاة والإن هي كمان ليست هي كالأصل اللي هو الأب والأم وليست هي كالابن اللي هو الفرع ليه طيب لأن دولة إذا افتقروا كنت أنا يجب علي أن أنا أنفق عليهم لكن الأخت ليست كذلك يبقى إيه اللي حاصل يبقى بساطة يبقى إيه يبقى أعطاءها من الزكاة يجعلها إن شاء الله قادرة على ذلك وإن شاء الله يكتب لها الكفاية بذلك إن شاء الله وربنا يتم بخير السؤال اللي بعد كده بيقول هل يجوز استخدام بويضة من سيدة متبرعة ويتم تلقاحها في رحم الزوجة اللي هي تبقى دونر إيج من زوجها حيث إن الزوجة لا تنجب وليس هناك أمل في الإنجاب السؤال ده عن جاوبه زي ما هو واضح من منطوق هذا السؤال بيقول إيه إن فيه واحدة عندها مشكلات في التبويض وعن نعمل إيه وعن أخد بويضات من امرأة متبرعة ببويضاتها ونأخد البويضات دي ونلقحها بمني زوج الست اللي هي إحنا واخدين بويضاتها دي مش زوجة ليست الزوجة إحنا واخدين بويضات امرأة أخرى هي متبرعة بالبويضات دي فعنأخد البويضات دي ونلقحها بمني الرجل ثم نزرعها في رحم الأم ثم نزرعها في رحم الايه؟ في رحم الام فايه حكم ده؟ حرام هذا حرام هذا لا يجوز ليه لا يجوز؟ لا يجوز لأيلة الكتيرة جدا 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 ده مخالف لقوله تعالى إلا على أزواجهم ده ليس من حفظ الفروج ليه؟ لإني الكلام عن تلقيح مني رجل لبوايضة امرأة أخرى ليس من حفظ الفروج هذا الأول طيب المسألة التانية هي إيبا؟ إني مسألة اختلاط الأنساب هذا الولد هيبقى لأي الأمين؟ احنا عندنا مسألة بس المسألة التانية بتبقى عكسية كده اسمها استيجارة الأرحام إن تبقى البوايضة من الأم من الزوجة البوايضة تبقى من الزوجة وتبقى المنية من الزوج ويوضع في رحم امرأة أخرى وكذلك ده إحنا منعناه لكن إحنا هنا بنتكلم على بوايضة ليست هي بوايضة الزوجة بوايضة امرأة أخرى وإنتوا عارفين حضراتكم إن الجنين بيتكون صفاته وخصاصه وبيتكون من هذا التلقيح اللي هو ما بين مني الرجل وبوايضة المرأة فهذا الولد دي من ينسب؟ ينسب لصاحبة الرحم ولا ينسب لصاحبة البوايضة الصحيح إن بدون البوايضة ما بيقاش فيه حمل ما بيبقاش فيه إنجاب فكده يحصل الاختلاط للأنساب أو ينسب لمين؟ ينسب للي ولدت الأم دي ولا ينسب لصاحبة البوايضة ولذلك هذا ممنوع ولا يجوش شرعا لا يجوش شرعا وهذا ليس من التبرع المشروع إن حد يتبرع ببوايضاته لا هذا لا يكون إلا أي نوع من أنواع تلقيح أي بويضة بنأكد على كده أي نوع من أنواع تلقيح أي بويضة لا يكون إلا في إطار الزواج فهذه المرأة ليست زوجة لهذا الزوج فلذلك لا يجوز تلقيح بويضتها لأن هذا ممنوع شرعا ممنوع شرعا أن الرجل يلقح بويضة امرأة ليست زوجة له فلذلك لا يجوز هذا الفعل وهذا الفعل لا يكون من العمل المشروع شرعا السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد إذنكم زوجتي زوجي عنده قطعتين أرض وبيطلع عليهم زكاة كل سنة ومن ثلاث شعور باعهم وفي قطعة منهم لسه باقي فلوس أطلع عليهم زكاة ولا لا وبيتقول لي دلوقتي أن زوجها بيطلع الزكاة على الأرض اللي عنده وهو عنده قطعتين أرض وهو عارض على التجارة فبيطلع عليهم زكاة لأنها عروض تجارة لكن لو كانت الأرض دي لازم نوضحه لو كانت الأرض دي هو حطتها وشيلها عشان يبني عليها بيت لعياله أو يوسع في الأرض دي ويبني عليها بيت ليه هو أو كان بيزرعها وما كانتش ناوي أنه يبيعها أو ما كانتش دخلت في كردون المبني أيا كان فدي ما عليها الزكاة لأنها إما ما القنية أو أرض زراعية عليها الزكاة بتكون على المزروعات اللي بتخرج منها إنما لو كانت القطعة الأرض دي إيه اللي حاصل؟ معدل التجارة يعني الأرض دي بيتاجر فيها أو هو ناوي يتاجر فيها مش ناوي أنه يبني عليها ولا يسكن عليها يبقى دي اسمع عروض التجارة فهو كان بيطلع زكاة على تمن هذه الأرض يعني بيقيم الأرض دي بسعر السوق في الوقت ده وبيطلع زكاة على الأرض دي تمام كده فهو لما جه بقى الأرض من ثلاث تشور عنشوف بقى لما بقى الأرض من ثلاث تشور هي الأرض دي كان حال عليها الحول ولا لا فلما يكون حال عليها الحول عن طلع الزكاة ما حالش عليها الحول الفلوس اللي جات بقى هي دخلت في رصيدي دخلت في إيه؟ في رصيدي فإيه اللي يحصل؟ فلما يحول عليها الحول عن طلع الزكاة خلصنا كده ده اول جزء اهو عشان نعرف ازاي ان طلع الزكاة عن الارض دي الجزء التاني بتقول اي بقى هو خد من الناس ثمن الارض بس يبدو ان هو ما خدش ثمن الارض كله ثمن الارض اخد منه جزء مثلا اخد منه 60% اخد منه 75% وباقى 25% 25% ده دين ليه عند ايه عند المشتري يبقى هو الباقع وهو عنده دين فلوسه دي عند المشتري فيا دين على المشتري الدين ده عندنا قاعدة كده بدل الدين ده مرجو السداد الدين ده مرجو الايه مرجو السداد مدام الدين ده مرجو السداد يبقى ان طلع عليه زكاة لانه خلاص بقى في ملك الشخص ده يعني الدين اللي هي دي ده بتاعي انا وعلى هذا الرجل فيبقى ده بدل هو دين ومرجو السداد يبقى انا بطلع عليه الزكاة لأنه هو أصبح في ملكي إلا بقى إذا كان هو بيعطيه المال في أشكال أجزاء في مقابل أجزاء يعني أشتري منك قطعة ودي لك ثمانها وأشتري منك القطعة الثانية ودي لك ثمانها لا ده مش كده لكن إن البيع تم عن كل الأرض عن القطعتين كلهم وبعدين هو أخر جزء هيسدده إما في شكل أقصاد أو هيسدده في تاريخ معين لا ده في ملكي أنا في ملكي أنا يعني إيه يعني أنا ممكن أرفع عليه قضية لأن أنا بطلب بإيه بمالي ده مالي أنا وده المالي عنده هو يبقى أنا بزك عليه حتى لو كان في شكل إيه حتى لو كان في شكل دين يبقى كده أنا أطلع عليه الزكاة السؤال اللي بعد كده السؤال بيقول أنا جوزي مسافر وأنا نقلت مكان تاني بعد مسافر وهو حالف علي تكوني محرمة زي يومي لو طلعتي لو طلعتي وأنا بطلع أجيب أكل أولادي وأسوء وأجيب علاج عليهم وأوفر ليهم احتياجاتهم عشان مفيش حد يجيب لي حاجتي أعمل إيه وعلى عليك كفره ولا لا كل الكلام ده مش هادر أجاوب عليه دلوقتي لازم ذوق حضرتك يتصل بي أو يتصل بمئة وسبعة في ضر الإفتة عشان نتحقق منه هو لما قالي الكلام ده كان قصده إيه وما نقدرش نفتي في مسائل الطلاق إلا مع وجود الزوج لأن الزوج هو صاحب الطلاق من اللي تلفظ باللفز ده؟ الزوج ودايماً هتسمعوني بقول الكلام ده ودايماً بنبع على الناس اللي بتفتي الناس في مسائل الطلاق أرجوكم تخل بلكم من ده الطلاق ده لفظ مين؟ لفظ الزوج فلابد أن يسأل الزوج ما تجيش الزوجة تحكي وتسمع من الزوجة وتفتي الزوجة على حكايتها عن الزوج هي من صاحبة المسألة هي جزء من المسألة لكن هي من صاحبة اللفز صاحب اللفز هو الزوج هو الزوج هو اللي بيطلق ربنا جعل الطلاق بيد الزوج يبقى مين اللي يسأل عن تفاصيل ذلك؟ الزوج وزيك المسألة سهلة ويسيرة إيه اللي حاصل؟ عشان نمثل عشان الناس والمثال ده دايماً بقوله لو حد جيه دلوقتي وراح للدكتور وقال للدكتور والله أنا أخويا بطني وجعا وأنا عارف كل وجعه شكله إيه ممكن تكشف علي أنا وأنا أقول لك الأوصاف اللي عنده وتكتب له الدواء هيقوله إيه؟ لازم تجيب لي أخوك عشان أكشف عليه نفس الكلام ليه طيب؟ الزوجة ممكن تجي تقوله والله أنا عارفه نيته كانت إيه؟ أنا عارفه والله وسألته برضو ده ما يصلحش إن إحنا نفتي عليه ليه؟ عشان أمور كتير أهمها إنه هو صاحب المسؤولية عنده أمر الثاني الاحتياط مسألة الفروج من أكتر الحاجات اللي الشرع بيحتاط فيها فما ينفعش ما يتناسبش في الاحتياط إن يجي واحد ينقل خبر سواء ضبطوا أو ما ضبطوش صدق فيه أو ما صدقش ما قدرش أعتمد عليه في مسألة تتعلق بالأعراض وعشان كده لازم زوج حضرتك يسألنا ونجاوب عليه لإن كده وإلا كده مش هينفع إن إحنا نجاوب عليه السؤال بعد كده بيقول إيه؟ لو عندي ذهب ممكن يكون في حدود خمسين جرام على أطلع عليه زكاة ولو فيه زكاة تبقى كام هنا فيه سؤال لابد إن إحنا نسأله أول حاجة هو الذهب ده في شكل إيه؟ في شكل حلي فالفتوى مستقرة عن إن الذهب ده لو في شكل حلي ما علوي الزكاة يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى الذهب اللي هو المصاق ده أو الذهب اللي هو في شكل حلي ده لا ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش عليه زكاة مهما بلغ مهما بلغ ليه؟ لأن حلي المرأة لا زكاة فيه طيب نيجي بعد كده؟ طيب لا إحنا عندنا دهب في شكل إيه؟ في شكل جناهات أو في شكل أونس أو في شكل سبايك الدهب اللي عندنا جرامات في شكل سبايك كم بقى جرام يطلع عليه زكاة؟ إحنا عندنا النصاب بيطلع على خمسة وتمانين جرام دهب فالنصاب اللي يجب عليه الزكاة هو خمسة وتمانين جرام دهب طيب إذا المال ما ما بلغش خمسة وتمانين جرام دهب مش هنطلع عليه زكاة يبقى إذن الخمسين جرام ده في حدود خمسين جرام مش هنطلع زكاة ليه؟ لأن لازم يصل الزكاة عشان تجب بتجب بحاجتين إن المال يبلغ النصاب اللي هو خمسة وتمانين جرام دهب ويحول عليه الحول يحول عليه الحول يعني إيه؟ يمر عليه سنة قمرية يمر عليه سنة إيه؟ قمرية اللي يبني نسميها السنة الهجرية يبقى لازم يبقى فيه حاجتين خمسة وتمانين جرام دهب وده يبقى اسمه بلغ النصاب والحاجة التانية إيه اللي حاصل؟ حال عليه الحول حال عليه الحول يعني إيه؟ تم سنة قمرية ساعتها يبقى إيه؟ يبقى الزكاة تجيب عليه غير كده يبقى الزكاة مش هاجبة يبقى من بابه كده لو كان حلي معلوه الزكاة والحاجة التانية لا ده مش حلي ده سبيكة خمسين جرام؟ لا ما تجيبش عليه الزكاة لأن النصاب كام؟ لأن النصاب خمسة وتمانين جرام ده السؤال اللي بعد كده بيقول أنا ندرت ندر يا شيخ علي علي زنب لو ما وفتهوش لو أنا قادر آه ده عينة بقى هنا بقى بنقول حاجة مهمة جدا 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 النزر الفقه يقولوا أن النزر بيبتدي أصلا يعني قبل ما انظر النزر الشرع بيقوله ما تنزرش ليه؟ عشان ما تحملش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما تحملش نفسك ما تفرضش عن نفسك حاجة قاله ليه؟ قاله أصلا النزر قبل النزر مش واجب عليك فإذا أنت نذرت فقلت لله علي أننا نتبح عاجل انقلب الأمر ده إلى واجل يا أنه رب يد يعني أنا اللي أجبته على نفسي آه أنت اللي أجبته على نفسك قال طب ما إيه اللي أعمله؟ يا سيد تصدق مش لازم تنظر قال يعني النزر ده حاجة واجشة قال لا بدل أنت نذرتي بقى يجب أن توفي النزر وبعض المذابزة ماذا باستاذ الشفائي يقول ليه؟ إن النزر في أصله مكروه يعني الشرعي بيقول لك بلاش تنظر أحسن طيب طب إذا نذرت يجب أن أوفي طب إذا كنت قادر على توفية النزر وما نقويه وما وفتش أبقى آسم أيوة أبقى آسم يعني أنا عندي فلوس وجبت العجل عندي العجل أهو والعجل ده اللي أنا ندره وبعد ما جبت العجل اللي أنا ندره قلت ده هو ده العجل الندر ده قلت مش هتباحه خلاص أنا فكي أنا مش عامل الندر ده خالص قال أنا أبقى آسم؟ آه إيه بقى اللي ما يبقاش فيه آسم؟ لو أنا مش قادر ما هو لو أنا علاء عملت ندر وبعد كده بعد ما عملت الندر إيه اللي حاصل؟ ما بقيتش آدر أو صعيطا ما بقاش آسم يبقى أوه مسألة واضحة لو أنا ندرت ندر وآدر عليه وما وفتش بالندر أكونه آثما طب لا أنا ندرت ندر ليه؟ لأن الندر أصبح واجب خلاص وتركوا الواجب بمعصية طيب وإيه وعليه اسم وعليه اسم لو إن أنا قادر لأن أنا أعمل الندر وما عملتوش لا أنا مش قادر أعمل الندر أعمل إيه بقى؟ مش قادر أعمل الندر خالص بعد ما أنا ندرت أعمل إيه ببساطة خالص أكفر عنه وكفرت إيه؟ يمين أطعم عشرة مساكين يا سادة إحنا النهاردة في عيد والعيد نور وبركة وفرح لأن العيد نعمة العيد نعمة وعشان كده لازم ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول له يا من زينت بالسعادة الزمانة فجعلته عيدا فكان جماله علامة على المحبة والحنان وميلادا جديدا لا تقطع عنا عوائد حبك وحنانك ووصالك وادم علينا السعادة بالنقاء والصفاء والبقاء في اللقاء في ساحة قربك وأمانك ورضاك وإحسانك ندعو تاني الأول لمولانا سبحانه وتعالى يا من زينت بالسعادة الزمانة فجعلته عيدا فكان جماله علامة على المحبة والحنان وميلادا جديدا لا تقطع عنا عوائد حبك وحنانك ووصالك وادم علينا السعادة بالنقاء والصفاء والبقاء في اللقاء في ساحة قربك وأمانك ورضاك وإحسانك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر